موسيقى مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالأرقام ضيفي اليوم أستاذ عماد شدياء أهلا وسهلا فيك موجود الدولار وصل إلى 145 ألف وكنت أنت من الأشخاص توقع وهذا الشي ورجع هلأ رجع نزل كمان توقع وهذا الشي هل رح يستمر هيدا الانخفاض ولا هل مش الحال ولا رأة الأمور ما هو الوضع طالما مصر في لبنان ما متدخل بالسوق بالشكل اللي كان عم يتدخل فيه قبل بدي يضل هادي السوق حاليا مصر في لبنان ما متدخل بالطريقة الأجراسيف اللي كان عم يتدخل فيها سابقا تشانك الدولار هادي القاعدة هي أنه وقت اللي بيوقف شراء دولارات من السوق الدولار بيصير قريب جدا للعبة العرض والطلب الفعلية يعني ما بعد في شي مصطنع بيصير عم يتحرك قد حاجة التجار وحاجة المواطنين للدولارات بيصير الدولار بيتحدد السعر هو عم ينزل لأنه فعليا فيه إذا بدك فيه جزء منه مضخم لسعر صرف الدولار لأنه فيه فائد كتير دولارات بالسوق بين أياد اللبنانيين والدولة اللي هي ما في عندها دولارات طلب على الدولار من قبل الدولة يعني مصر في لبنان هو اللي عم يخلق هيدا الطلب الزايد وعم بيؤدي لارتفاع سعر الصرف بما أنه متوقف اليوم ترجع اللعبة لشوية إكليبريوم تعمل توازن وبصير عم ينشوفه عم ينزل شوية شوية هلأ مكمل بده ينزل ممكن ينزل بعد شوية صغيرة لحدود الخمسة وتسعين ستة وتسعين بس أظن أنا هلأ بفترة العيد ممكن يطلع شوية يعني مش بالضروري يكمل هاكي بس هو المركز كمان وقتها بيقلك على منصة صارة فأنا مستطع تصرف لك قد ما بدك ليرة بتجيب لي دولار وبيحجزهم عنده فترة وكذا كمان عم يتدخل لا ينزل لسا يعني اليوم عم يحط هو عم يكب دولارات على السوق ويزغر يعني عم نشوف الكتلة النقدية عم تصغر تقريبا صار ساحب شي خمسة تريليون يمكن تأثير منصة صارة على سعر الصرف محدود لسبب بسيط هو بيأثر على الكتلة النقدية والكتلة النقدية بدورة بتعمل طلب اصطناعي على الليرة بيتأثر سعر الصرف بيصير الدولار بينزل بس ولكن أغلب اللي عم يستفيد من صارة هني مش ناس معهم الليرات لبنانية عم بروحوا يعطوهم للمصرف لياخدوا بدالهم دولارات من مصرف لبنان يعني اللي عم صير انه كل الناس تقريبا او تسعين بالمية منهم معهم دولارات بالاصل مخبيينهم بالبات عم يصرفوا هاي الدولارات ياخدوا بدالة لبنانة لحتى يرجعوا يعملوا صارة وقت اللي بيستفيدوا من صارة بيرجعوا بياخدوا كل هايدي الدولارات مع فاقد الربح بيضبوها بالبات بس مع هاي الدولارات هني عم يشترو فيها ليرة كمان هني عم يشترو فيها ليرة يعني اذا ما في ليرة بالسوق ما بيقدروا ما بيقدر يصرفوا يعني ينزل اكتر بس من شان هاي قلتلك ببداية الجواب انه انخفاض الكتلة النقدية هو اللي عم بيأثر على سعر صرف الدولار مش عم بيتأثر سعر صرف الدولار بلعبة العرض والطلب المباشر لانه هاي دول المصاري ما انهم موجودين بين اياد الناس هول مخبيين ورجعوا مخبيين تأثير بيصير انه نحنا عم نخفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من السوق عم نخلق نوع من الطلب على الليرة هو طلب مصطنع بيتأثر سعر الصرف بس ولكن على اللونج ترم يعني على مش بساعتها بدأ ايام واسابيع اللي حتى تبين النتائج وعم نشوفها بانخفاض سعر منصة صيرفة بهذا جدا يعني بحدود الف ليرة مبارح تلاتمية ليرة شي طبيعي واحد مش اكتر من هكي شي طبيعي لواحد يعني بهك زرف اذا ماهوا دولار يضبوا لانه شو بده يعمل فيه يعني ما فيك لكس تسمير لا فيك تعمل شي منه يعني ما بيناموا العالم كمان انه عم يضبوا دولارات اكيد ما لا محنا اذا بتشتري سيارة مش قدر تسجلها وقت اللي انت بكون عم يجيك انكم دولار اقل شي انك تضبه وتصرف حاجتك منه وهذا اللي عم تساوي الناس في شي ده احنا دايما بننساه انه نحنا مشكلتنا بالقطاع العام القطاع العام هو الجهة التي تفتقر للدولار مش القطاع الخاص القطاع الخاص في دولارات وقت ما بدك في دولارات وفي حاجة اللي عم يرفع سعر الصرف هو حاجة الدولي للدولار لانه اخديك قرار انه بديدفعوا رواتب القطاع88 بالدولار الامريكي عبر صيرفة عم bloque يطلب مصر في لبنان الدولارات من الناس عم يشلحنا ايهن عن طريق الصرفين وياخدهم لحتى يعطيهم للقطاع العام نصل لانه هاي دي النقطة رح لحكي فيها بالتفصيل بس هون في نقطة تانية رح احكي فيها انه اليوم الخبراء بس يحكوا بحيالة مجال بالبورسة بالمعادة يعني بالبورسة اكين شركات اكين معادة اكين باقي الكوموداتيز في عالم بتتأثر بقراءهم يعني حكي فلان خبير فلان عمل تحليلي معين في عالم بتتأثر كونه البنان سوقه صغير في بعض الناس بجي بتقول انه كل الخبراء من اول السنة كان عم يقولوا الدولار بضو يطلع بضو يطلع بضو يطلع فاذا انشكلوا ان العالم من وراهم بيعوا ليراتوا وانو اشتروا دولار وطلع الدولار ليش اللي بيهمني واضحه هو ليش المركزة هو السبب مش حكيت الخبراء يعني حتى سمعناها باول اسبق انتوا لو ما حكيتوا بالعاطل عن الليرة ما كانت النهارة فهون ياريت فينا نضوي انه ليش المركزة هو سبب مش العالم بس تجي تشرح شغلة معين بالمبدأ كل الناس كان عم بقولوا انه الدولار بضو يطلع وانا واحد منهم بس ولكن في لبنان في مواطعيات كتير سريعة بتصير يعني انت وقت اللي بتجي بتعمل على سعر صرف الدولار تكون عم تعطيها وفق المواطعيات الموجودة حاليا او بعد يومان مش اكتر من هاك لانو كل يوم فيه متغير جديد يعني وقت اللي قلنا بضو يطلع الدولار بضو يطلع لانه كان منصة صيرفة مش شغالة كانت مسكر هيدا الباب وواضح اليوم انه فيه قرار سياسي يعني مصرف لبنان ما بيتدخل بالسوق الا ما يكون مغطى باي ذي بوك من السلطة السياسية اليوم اللي عم بتشوفه هو ارادة السلطة السياسية عم بتتنفذ عن طريق مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان فيه تقاطع مصالح صار اول شي في عنا شهر رمضان والاعياد السلطة السياسية بدي تقاطع عيد المرحلة بهدوء لانه فيه استهلاك كبير على المواد الغذائية خايفين من ردة فعل اذا كان الدولار عم يطلع واسعار السلع عم تطلع كمان خايفين من ردة فعل من الناس طلبوا من الرياض سلامي انه يتدخل الرياض سلامي ما بيتدخل الا اذا كان مغطى من السلطة السياسية عم برجع عيدة يعني اذا بيقولولو اتدخل وبس ما بيتدخل بدي يقولولو اتدخل من خلال هول المصاري وهي ورقة فيه كلام انه اخد طلب خطي من رئيس الحكومي لحتى يتدخل مصرف لبنان يعني هلقك يعني عم تقولي انه مصرف لبنان والدليل بلا مقطوع من حديثك اللهجة اللي حكي فيها مصرف لبنان بالبيان وقتلي قال انه هو بدي يحافظ على اموال الموضعين وعلى استقرار الليرة ها اول مرة كان بيستخدم هايدي اللهجة بالبيان اللي اطلق العمل بصيرفة اخر مرة يعني ببنك المركز صاير اذا بدك وزارة بطل البنك المركز للأسف الشديد القانون بيعطيه صلاحيات واسعة حتى يكون مستقلة عن السلطة السياسية هو ما استخدم هايدي من 30 سنة لليوم بل على العكس كان هو خدام عند السلطة السياسية ووصل لمحل ما عد قادر يستقل عنه وعن قراراته يعني هلأ مصرف لبنان بيقدر يقول له لا للسلطة انا ما بدي اطبع مصاري هلأ الانون ما تغير لا يعني بعد عنده هالصلاحيات بالانون لانه هني عم شوفوا الانون هايك لانه هو قريدي ارسى صوابق بطريقة تعطيه مع السلطة اللي قبله حاكم اللي قبله قبل الرياض سلامي اذا حدا بتذكروا ادمون المعين رفض يعطي السلطة يساعد السلطة بالمصاري وكان الانون نفس الشي لانه الانون النقد والتسليف ينشرح وبينقرأ بطريقة مختلفة مثل ما هني بدون السلطة عم بيركبون احنا مليش مين ما يشي على الانون اذا الحاكم اجا جبت اجا الحاكم تاني وقال له للسلطة لا هاي رح تمرو؟ بالمبدأ بالمبدأ مش رح يجي واحد لحتى يقول له لا يعني ما رح يجيوا اساسا مش رح يجيبوه يعني اذا ما كانوا جايبين ومشرطينه لحتى يقول له ايه مش رح ينتخبوه او يعينه هي اول شي بس اذا اجا وتمرد عليهم اكيد مش رح تمروه ما بيخلوه ضيئة بيطيروه لانه انت متخيل يجي حاكم لمصر في لبنان غير الرياض سلامي يقول لهم انا ما بدي اطبع ليرات هلا اليوم اذا بيجي حاكم بقول لهم انا ما بدي اطبع ليرات في حل من اتنين عمليا ان احنا الخارطة قدامنا في حلين اول شي بيكون الحاكم قد حاله بيقول لهم انه انا ما بدي اطبع ليرات وهذا بيقدي انه الدولي مش رح تقدر تدفع رواتب القطاع العام كل لياته وبالتالي رح تنهار رح تعمل شاد دونه ادارات الدولي كل لياته لانه ما في رواتب موظفين مش رح ينزلوا او بده يجي حاكم او بيضل الحاكم الحالي اقله لا تنتهي الولايته وبيكمل طباعة ليرات ولم دولارات من السوق اللي حتى هيدفع رواتب القطاع العام وبنرجع منشوف المسلسل طبع ارتفاع الدولار هلا اذا استمر هذا الاستقرار هاك يعني عمليا نحنا اللي عم بيصير انه مصر في لبنان عم يصرف من الاحتياط الالزامي الموجود ما في حال تاني اذا ما عم يتدخل بالسوق يا عم يصرف من الاحتياط الالزامي يا اما عم يسيل الدهب معقول يكون عم يبديدوا على الدهب هلا البنك المركزي لا هلا لا ما مبيان لا هلا لا بس انه ما في غير حال يا الاحتياط الالزامي يا اما الدهب درجة على الدهب معقول يقدر يعني سايرة قبل بغير بلدين انه دهبايات استخدموا بلا ما يكون في اذن عند البنك المركزي اذا السلطة السياسية مستمرة من دون الاصلاحات الجدية اللي طالبها صندوق النقد الدولي والاصلاحات الجدية اللي بترجع بتحط لبنان على السكة الاقتصادية السليمة من هلا انا عبر لك ومن هون هايدي السلطة راحة انه تصرف كل الاحتياط الالزامي وحتى الدق بالدهبايات وتصرفهم هايدي السلطة معتبر انه هي قادرة تستمر حتى اخر انصة موجودة بمصر في لبنان يمكن هلا الناس بتعتبروا كلام وقت اللي باول الازمة كنا نقول انه اذا البنك بيعطيك 85% من قيمة مصرياتك او وداعك خدهم لانه جاي نهار بدون يصير هايدي 85% 0% ما كان حدا يسدي الخمسة وثمانين نزلت لصارت خمسة وستين وخمسين اليوم تشاك بعشرة بين العشرة واثناش بالمية قيمته داك قداش نزل ونحضر هايدي قيمة المصاري الفعلية قيمة الوداع اليوم عشرة بالمية يعني انت اذا معك مئة الف دولار بالبنك طلع لك الف دولار اه عشرة الاف دولار هقوهن هقوهن لانه في مين بحاجة لتشاك يشتغل بتشاك وبعد هايدي القيمة راح تنزل لتصير سفر يعني بكرة بس يبطل في ديون بالشاكات على تجار او شي من هيدا النوع وبطل في حاجة لقاله ان احنا عم نحكي عن الوداع صاروا الوداع هلا هن شو بعد فيه من الوداع الوداع اليوم اللي موجود منن هو اقتناع الناس انه ان ياخدوا على سعر خمسة عشر الف ألف دولار او ثلاثة ريف دولار بالشهر هذا ما تبقى من الوداع هي هيدا القناعة انه انا عب بصرف هول لانه انت اذا عالطلب تروح بتطلب مصرياتك ما موجود منه شي هلا اذا بكون معك مليون دولار وتروح على البانك بتطلب ألف دولار كاشو من المليون بيعطيك يهون ما بيعطيك يهون للمما يهون مش موجودين طيب هيدا الكلفة طبعا التدخل المركزة ادي عم تكون شهريا يعني هالمبلغ ضخم ولا مبلغ فينا نحمله ولا هيدا الكلفة ما فينا نحمله لانه اصلا مش مصرياتنا يعني مصريات المضيعين يعني بالأرقام بالأرقام المتواضعة بحسب المتوفر وحسب ما يعلن مصرف لبنان تكلفة مصرف لبنان عم بتكبت كل شهر 3.3 تريليون ليرة لحتى يدفع رواتب القطاع العام عم نحكي رواتب هو لحتى يلم هيدول ما يعادل 3.3 تريليون بالدولار عم يشتري الدولار على سعر السوق وعم نحكي مش سعر السوق طبعا 97 ألف اليوم كان عم يشتريونا على قبل كان عم يشتريونا على المية وعشرين ومية وثلاثين هو اللي وصلوا للمية وخمسة واربعين ألف ووقت اللي بدو يرجع يلم الدولارات من السوق بنفس الطريقة ويوقف استخدام يلي صمده هو أو اللي عم يزرفه بالاحتياطة الإلزامة بدو يرجع الدولار يطلع لحتى يلم هذا المبلغ لهو 3.3 عم بحكي بس رواتب لانه فيه التزامات للدولة كمان هو عم بيقوم فيها مختلفة عن هيدا الرقم يعني بعد الرقم أكبر من هاك كتقريبيا يعني عم نحكي لحنا شهريا كلفة بالدولار قدي عم يكب منه صدقا ما بعرف قديش بس بقالك إذا الهامش هو 10 تلاف ليرة بين سعر منصة صارفة أو سعر السوق كل دولار بلمه فيه خسارة 10 تلاف ليرة هدا غير الطباعة غير الطباعة يعني هو عم يخسر لأنه بيشتري بسعر مرتفع 10 تلاف وبيبيعوا بأقل هادي عم نحكي إذا عم بيبيعوا على سعر منصة صارفة وقت اللي بيبيعوا للموظفين القطاع العام عم بيبيعوا ايه بالوقت اللي بيكون 90 ألف عم بيبيعوا ايه بستين ألف حتح سعر جديد بينما الكنو قبل كان في عنا تعدد أسعار صرف بالسوق بشكل عام صار في عنا تعدد أسعار صرف بقلب منصة صارفة صار عنا بيقصة صارفة كذا كذا نعم وصارت السلطة عم تلعب لعبي مختلفة كمان إضافية بعد ما حدا منتباه لها انه بدل ما تلجأ لزيادة رواتب القطاع العام من خلال الحكومة صاروا عم بيزيدوا الرواتب عبر صارفة يعني هلأ عم تصرف خارج الموازنة انسوا الموازنة قبل ما نحكي بالموازنة يعني هن إذا بدون يعطوا زودي للقطاع العام إذا عملوا أضراب القطاع العام هو عم يعطيهم دولار بدل ما يحسبلون صارفة بتسعين ألف بيحسبها بستين بيكون زادلون الهامش هلأ إذا بدون يزدلون بيحسبلون صارفة بخمسين ألف يكون زادلون على كل دولار عشت ألف ليرة وهون بعد ما حكينا بالموازنة ومحكينا بالدولة بس يعني هون نحنا فينا نقول عم تصرف بشكل مش عم يقفوا بدل ما يروحوا مجلس نواب يقولوا بدك تعطينا عم يصرف في طريقة مشوهة مصرف لبنان عم يصرفهم من جايبتك وجايبتي لأنه هايدي الزودي اللي بيعطيوني هواقت اللي بنزل هو صارفة لحساب الخطاع العام وهو أورادي عم يجيب الدولارات من السوق يعني منا عبر الصرافين يعني نحنا عم تفع الروادي هون السؤال بدل ما البنك المركزي يطبع مصاري ويلم الدولارات يرجع بهالدولارات يرجع يشتري الليرة وكل شوية هو بيطلع بيرجع بينزل بس بيهدى قبل يعني بوقتي كان على 30 ألف اشترى بيطلع على الستين بيرجع بيهديه على الاربعين إذا فهمت سؤالك أنه ليش ما بيدفعهم باللبناني فرد مرة ليش ما بدل ما يعمل هالعمالية؟ ليه ما بيوقف؟ لا لا يوقف الطبع وبنوقف يعني بدل ما يتبعوا يسحب خلص واقف طبع خلينا مطرح ما نحنا أوكي مش أحسن ما طبعا كتير أحسن ما نحنا هدى اللي عم طالب فيه بس مين بيدفع رواتب القطاع العام؟ ما هو هادي التفاصيل الصغيرة اللي الناس ما بتعرفها الدولة قيمة موازنتها كلها واحد مليار دولار وفي عندها مصاليف أكتر من هاك بكتير يعني الدولة ما عم يجيها إيرادات وهيدي قيمة تقريبية هني حطوها يعني استيميشن بس هني ما عم يوصلوا للمليار هل هنم بالاستيميشن طبعا أصلا عندهم عجز بموازنت ما هيدا اللي عبلك إياه بس ما هيدا مشكلة الحكومية ما في بنك مركزة بيحترم حاله بالعالم هوني لب بالمشكلة تحديدا ومنشان هيك قلتلك إنه مصرف لبنان ذهب بعيدا في تفسير قانون النقد والتسليف وصار عم يشتغل لصالح الحكومة مش لصالح النقد أو العمل الوطني ما عم يشتغل لصالح الليل عم يشتغل هو موظف عند السلطة اليوم إذا السلطة مش قادرة تدفع الرواتب هو عم يتدخل لا يدفع الرواتب هلأ بتقلي ليش ما بيطبع بلا كافي ووقفه طبع إذا وقف طبع ما عد بيقدر الدولة ما بتعود الدولة بتقدر تدفع الرواتب لموظفين واليوم السلطة كلها ياتا بكل أركانة تنظر إلى الأزمة من زاوية القطاع العام طالما القطاع العام بخير هن بنظرون للبلد بخير وهيدي الكارسي الكبرى بس ما القطاع العام مش بخير العسكريين المتقعدين مقضربين ومش عارفين إذا العسكريين المش متقعدين يمكن يجين هاري قضربوا وإذا ما قضربوا ما أصلا معاشاتهم مين اللي بقول إنه القطاع العام إنه منه بخير أنا وإنت عم نقول منه بخير هيدا القطاع العام حاجة نضحك على حالنا هيدا القطاع العام المفروض يروح على اعادة الهيكلة مفروض في عنا أقل شي مية مية وخمسين ألف موظف المفروض يفلوا على البات لأنه نحن عم ندفع التمن هيدا التوظيفات اللي صارت بالقطاع العام بشكل عشوائي بالعشرين سنة السابقة نحن اليوم عم ندفع تمنة دفعوا تمنة الموضعين ببداية الأمر لأنه كل هيدا الهدر والفساد هلأ في كتير ناس بتهاجبني تقول إنه دقت بعينك القطاع العام موظفين القطاع العام حبيبي نص الموازنة عم تروح على الرواتب والأجور بالوقت الدولة مفروض يكون في عندها كتير وظائف تقوم فيها غير إنها تدفع رواتب إنه شو هو هالقطاع العام اللي بندار كلياته بأبليكيشن اليوم إذا بتروح على الإمارات أو على قطر أو على السعودية في عندهم أبليكيشن على التليفون عم بتدير الدولة كلياته إذا ما بتدفع عجار البيت على الأبليكيشن ما بعد فيك تشرش تليفونك وفيك تحكي مع كتير لبنانيين موجودين هناك وبيخبروك قصص يعني قصص وحكايات عن هيد الأبليكيشن وقدرتها على رابط كل المواطيع الحياتية بمكان واحد نحنا بعد يعني نحنا بعدنا مصرين بدنا قطعم وبيروكراتية وبتروح بدك تعمل معاملة خمس تلف طابع وورقة مختارة خيالي شو هيدا كله ما أنت دولي مقزومي ما قادر تجيب وراء أيفور على الإدارة ما قادر تجيب حبر بدك تفكر بطريقة مختلفة للأسف بعضهم بلبنان السلطة والمواطنين والإدارة عم بيفكروا بعقلية ألف وخمسة العقل والعقلية الألف وخمسة انتهت خلصنا إذا ما بتفكر out of the box تفكر بحلول جديدة مبتكرة مش رح يمشي الحال القطاع العام لازم نعمل هيكلة للقطاع العام وترشيق برجع بقلك فيه ما لا يقل عن مئة ألف موظف لازم يروحوا على البيت ويلي قادر من القطاع العام يلاقي شغل برا يروح يفل ما له شغل بقى بالقطاع العام إنه بقى فيه ناس بدون يروحوا ما بيخلون يروحوا مين ما بيخليون يعني ما في أي مجالة موظفين القطاع العام كانوا 320 ألف موظف قبل الأزمة اليوم هلا بحدود 180 ألف العسكري موضوعه مختلف والعسكري وتحديدا جماعة الجيش عم ياخدوا مئة دولار بالشهر يلي هي ولا شيء بس إنه هي دفشة بس إنه بفيه ناس بتقولك أنا مدفل يعني فيه كتير عالم يعني نعرفهم ناس بيقولوا لك أنا صراحة إذا بس أحل دفل أو إذا بس أحل أنا عم بحكي عن القطاع المدني يقول له يقدم استئالته ما فيه اعتبارات مختلفة في الجيش فيه قوانين خاصة بالمؤسسات العسكرية أنا عم بحكي عن القطاع العام الثلاث ألف الثلاث ألف عم نحكي بس الموظفين المدنية يعني ثلاثمئة وعشرين ألف كانوا ثلاثمئة وعشرين ألف صاروا ميتان وثمانين ألف بياناتهم فيه شي خمسين ستين ألف جيش وقوة عسكرية كلهم على بعضهم فيه عندك ميتان ألف مدنية تقريبا هول الميتان ألف لازم تكونوا أقل شيء يعني بالماكسيموم خمسة وسبعين ألف إنه مصلحة السكك الحديدة أنا شو بدي فيها خي فيه عندك أنت ناس اللي قادر أنت اليوم بإحصاءات الدولة هي بإحصاءات السلطة والحكومة بقولوا فيه عندهم بحدود الخمسة وثمانين بين مؤسسة ومصلحة ومديرية المفروض يتسكروا هن باعترافهم عاملين لهم هيدول الدراسات وهول لازم يتسكروا طب ليش بعد لهم هلأ ما سكرون؟ هيدا الهدر ليش؟ ليش أنا بدي أدفع ثمنه كمواطن؟ طب يعني هلأ فيه شغلة بيقول هلأ توفى بس أنه ميلتن فريدمن بوحدة من أحاديثه كان بالصين وشافهن عم يفتحوا أتوسترات بالرفش عم يشتغله وسأل إنه ليش عم تحفروا بالرفش ما بتجيبه تراكتور أو بوبكت أو شيء قالوا له هيك موظف عالم أكتر قالوا لك خليه يحفروا بالملعة بتصير توظفه أكتر هل يا تورا هيدا اللي عم يصير؟ يعني إنه إحنا عم نغطي بطالة؟ يعني بعدين هيدا بطالة عم تتغطى؟ يلي عم يصير إنه القطاع العام هو المكانة الانتخابية طبع السلطة ولما قل لك إنه هني بينزروا للبلد من منزار القطاع العام يعني هاك وطبعا مش عم أعمم أنا بس أنا أكيد إنه أكتر من 80% هني أزلام السلطة أكتر من 80% بالقطاع العام هني جامعة السلطة وهني ناخبين وهني السلطة بدى رضاهن لهول الأشخاص لأنه من دونهم ما بتقدر تفوز بالانتخابات وما بتقدر تعمل شيء يلي عم يعملوه إنه هني عم يرضوهن بينما الإصلاح المفروض ما يرضوهن يعني هلأ بتثبات حريقة؟ كتعب لك تحت الهول اللي بدوا يعمل الإصلاح بدوا ينسب ويتبهدل ويكون فلاح بعدهم السلطة مفكرين إنه الوجود بالسلطة هو امتياز ومش امتياز اليوم بالأزمة اللي نحنا فيها صار مسئولية وسحصوح إنك تكون وزير ما شغلي منيحة بعدهم مفكرين إنه هيدا شيء يعني جزء من البرستيج اللبناني إنه أنا وزير حبيبي إذا بدك كو وزير بحكومة لازم تشتغل كما يجب بدك تشتغل مثل الفلاح والسحصوح برعبتك وبدك تسمع مسبات من الناس لأنه العالم ما راح يعجبه لأنه العالم ما راح يعجبه لأنه حجم الجورة صار غميء لدرجة إنه إذا بدك تنتشر لبنان وترجع تحطه على السكة السليمة بدك إجراءات كتير صارمة وقاسية على الناس وبعدها الناس ما شايفي هذا الموضوع حتى نرجع نبني بلد هلأ هيك الناس مبسوطين في فوضى عنا وماشي الأمور إنك أنت عايش على الإنترنت غير الشرعي في عندك اشتراك كله عم تدفع أتمانه هذا إذا بتلاقي إذا بتفتش على هيد الأرقام اللي عم ندفعها إحنا شهريا متطلع معك إنه عم ندفع أرقام مهولة هادر بس لأنه ما في عنا إذا كل واحد يدفع 200 دولار كهرباء لأنه مش قادرين نعمل معمل يعطي كل لبنان وتدفع بدل 220 أو 30 دولار عم ندفعها بالمفرق بحرج على الرقم اللي كنت عم تقوله يعني إنه 320 ألف صار وتقريبا 180 ألف بعد الاستعالات ومن بعد اقتقاهم هات لنقول في 250 ألف هنه قوة عزب لا لا 250 ألف حبايب وأصحاب إذا كل واحد عنده أربع بيمون عليهم عم تحكي بانتخابات فيتين بمليون صوت يعني؟ طبعا لش هاي دي يعني غريبة السلطة مبلش إنت ببلش من سفر كثورة أو كتغيير أو كمعارضة وجامعة السلطة من دون استثناء عم بحكي عن كل الأعزاب مبلشين من 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 مية إيه بس إذا حل الاقتصاد مرتبط بأنه نحنا ندق بها ودول هاو دول هنه سبب وجود الأشخاص اللي بدون ياخدوا القرار بأنه هاو دول يفلوا على البيت يعني مع احترام اللي قالهم بالشخص طبعا هادي عم نحكي بس بالكتاع العام ايه بالكتاع العام بسمه هون المشكلة الكبيرة اللي نحنا عنا إياها بال طبعا عم نحكي عن سعر الصرف بالقليلة يعني نحنا عم نحكي عن حلقة بفرغة ما فيك تطلع منها تماما لهيك الوضع أنا عم بقالك مستمر نحو التأزم أكتر وأكتر وأكتر وهلأ اللي عم شوفه من الاستقرار بسعر الصرف إذا ما ترجع للدولار هو مرحلة مستقطعة مش رح تدوم كتير بل مش رح تدوم بالمرة يعني الناس مفكرة أنه إذا انتخبنا رئيس منزقف ومناخد صورة تسكرية وأنه مش الحاله برجع للدولار بلش ينزل للألف وخمسة طب اللبناني إذا بتترك له مجال ما في حدا ما بيفضل يقبط بالدولار ويتعامل بالدولار نعم شو قلع عازي الليرة بقى؟ الليرة ما قلع عازي عمليا أي عملي في عندها ثلاث وظائف أول وظيفة هي وظيفة التبادل وظيفة الثانية هي تحديد القيمة يعني تحديد قيمة السلع وثالث وظيفة هي تخزين القيمة يعني أنا إذا معي مئة ألف ليرة بجايبتي بقدر أنا أتصور أنه أنا ضاب بما قيمته مئة ألف بالجايب إذا بحطها بالغزاني شهر شهرين بتضل قيمتها هي ذاتها تحديد القيمة هلأ أنا إذا بروح أنا وياك على السوبر ماركت وبتقلي قداش حق نص كيلو اللبنة هيدا قبل السؤال أو بعد السؤال؟ قبل السؤال أو بعد السؤال طبعا إذا عم نحكي بالدولار متغير متل قبل مش بمرحلة الاستقرار يعني أنت ما بتقدر تحدد قيمة السلع قداش دايما أنت مضطرة ترد على الدولار لحتى تعرف قيمتها السابتي بتقول هادي حقها دولار الدولار بدل دولار يعني ما فينا نحنا نعمل عقود طويت الأجل لأنه حتى بعد الفايد ما فينا نحاول طبعا الوظيفة الأخيرة اللي كانت باقي للليرة هي وظيفة التبادل نحنا كنا نروح عند الصرف نصرف عشرة دولار ناخد مقيمته مليون ليرة لحتى نشتري غراضنا بتدفع باركينج بتشتري نص كيلو لبنة بتشتري كيلو بنادورة اليوم وقت اللي بلشت السوبرماركت بجهود وزير الاقتصاد الجبارة عمل التسعير بالدولار وكان قابله الاشتراكات والموترات بالدولار يعني المزود ولحقينه هلا الصيدليات ومحطات المحروقات خصوصا ازا بتدلق دولار هادي الاسعار بتكون اللي رفقدة التلات وظايف كنا عم نعكز على وظيفة واحدة هي وظيفة التبادل خلصوا تلات وظايف وهون الكارسي الكبرى وقت اللي مصرف لبنان بيصرف الدولارات اللي مسمدن او الاحتياط الالزامي وبيجي بده يتدخل بالسوق وهدي ما حدا منتباه له واكيد مصرف لبنان وعيلة جيدة وقت اللي الناس بتصير بتتعامل بالدولار عم تقبط بالدولار وتشتري بالدولار ما عد فيه عنده حاجة اللي هتروح عند الصرف يعني عمليا مصرف لبنان وقت اللي بدي يضب دولارات من السوق ما حيلاقي عند الصرفين دولارات لانه الناس مش عم تجي عند الصرفين بس يعني هيك الناس بترتاح بقى من ها التدخلات وبيبطل فيه يسحب من عنا لا يمام اي اللي رح يصير انه مصرف لبنان ممكن يعطي اغراءات للصرفين ويصير يرفع سعر الصرف للمليون ليرة وما يلاقي حدا عم بيروح متحمس لانه يصرف الدولار مليون ليرة وما حدا يصير اذا بتنتهي مرحلة الهدوء يلي صايرة حاليا بقرار سياسي مع مصر في لبنان وعى حسابنا ومن حساب اموال الموضعين وبيرجع للاعبة التدخل بالسوق وما تستبعد يصير يتدخل ويسعر الدولار الواحد مليون وما تلاقي حدا عم بيروح يصرف دولار ما حدا ياخد ما حدا ياخد انا هلا عم بيحكيك انا صري اسبوعان ثلاثة ما رحت عم تتصرف ما في الزوم روح ليش بده روح انتصرف بنك المركزة بلبنان في غيره في فنزويلا وفي زنبابوي كمان بيصرفوا محل الحكومة ويمكن ببعض البلدان الاخرى يعني بيكونوا هن عم يمولوا مصاريف الحكومة مباشرة هل نحنا يعني من ضل نسمع مشهد فنزويلا مشهد فنزويلا قدي قريب لقلنا اذا رايحين بهيدا الاتجاه لانه متل ما هلق عم تقلي انه الحلقة مفرغة والاتجاه واحد ويلي بده يغير ما بيقدر يغير لانه يلي بده يشيله بيأثر عليه قبل كنا نقول انه نحنا عم نقترب من النموذج الفنزويلا للأسف الكلمة تقرب من الازمة بعض اكتر واكتر وتتعمق فيها وتغوص فيها وبتفاصيل بصير تكتشف اشياء انا من بعد اللي شفته بقلك انه الدولي رايح على النموذج الفنزويلا بس الشعب اللبناني ما خصوا فنزويلا يعني راح تشوف الدولة اللي هي عم تطبع ليرات ممكن تصير تطبع بتريليونات التريليونات وما قادر يليم دولار لحتى يدفع الموظفين او يصير بدو يدفعلهم بالليرة اللبنانية رواتبهم وهي الدولة بتدخل بالنموذج الفنزويلا والقطاع الخاص والشعب اللبناني والدورة الاقتصادية بتصير بمكان اخر قادرة تستقل عن الدولة كليا منصير ما بحاجة للليرة اللبنانية الا لدفع الضرائب او كل شي مسعر بالليرة اللبنانية بتصير الليرة بتشتريها برخيص الا اذا صارت الدولة بتقولك اوكي تعطيني دولار باخد منك دولار راح البلد على الدولرة نحنا في عنا هي نعمة هي نقمة ما بعرف ضخ الدولارات اللي عم يجي من الخارج الى الداخل هو اللي طول امد الازمة طول امد الانهيار الكبير انت متخيل لو ما في عنا سبع مليار دولار عم يفوتوا سنويا لعند اللبنانيين شو كان صار كنا هلا قاعدين بحضنوا للنموذج البنزولي هول المصاري اللي عم يجوا من برا هن اللي عم بيشوهوا المشهد اذا بدك وعم بيكونوا بنفس الوقت دعم للشعب اللبناني للقطاع الخاص للناس اللي عم تجيون لحتى يقدروا يستمروا بس بنفس الوقت عم بيكونوا ابرة بنج كتير دوزة عالة لحتى ما يقوموا ضد السلطة انه طالما انا عم يجيني دولارات اتخيل في ناس اذا ما عم بجايبتها مليون ليلة لبناني وخمس دولار الخمس دولار بتموا اكتر من المليون مع انه المليون طعم العشرة صحيح لانه العقلية راح اصاب الدولار انه طالما فيه دولار اذا عم يجيني خمسين دولار من بره او مئة دولار من بره هي اهم من الرادب اللي هو عشرة مليون اذا كتعبوا اقبضوا من القطاع العام او من القطاع الخاص هون بلدان مثل فنزويلا مثلا كانت قدرت عندها قدرة السلطة يعني خصوصا عم ليحكي تحت الحكم الشيوع انه يلقطوا العالم مظبوط وعندهم الجيش وكذا فانجاب اصلا العالم ما في يعني بعد لهلأ في مناطق ما في دولار موجود بين ايديهم بيتعاملوا بعملات جيرانهم او حتى بيكسر الدهب اذا كتير بعض عن الحدود نعم هل فينا نقول بمحلة معين ضعف الدولة او عدم قدرتها لتجبر العالم يتعاملوا بال يعني جربوا يحطوا الصرافين بالحبس اكتر من مرة من الالفين وعشرين هذه التمثليات نحنا في شغلة ما بنا نعترف فيها نحنا عملتنا الاساسية هي الدولار الامريكي العملة الثانوية هي الليرة وهيدا قرار اتخذ من التسعينات بستة وتسعين خمسة وتسعين وقت اللي ادخلوا الدولار عملة ثانوية على لبنان نحنا عملتنا هي الدولار هلأ اليوم نحنا يمكن النموذج الوحيد بالعالم الدولي فيه بتدفع رواتب موظفينا بالدولار الامريكي بالدولار الامريكي نحن عملتنا الأساسية الدولار وإنت بتستورد 86% من كل السلع كل السلع اللي موجودة بالبلد 86% منها استيراد وما بتنترش شي وبدنا نضلنا عايشين بعقلية ألف وخمسة ونسافر ثلاث مرات بالسنة ونحمل أحدث آيفون ونقصة سيارة نحن ما بنترش شي بس لو لا هيدا الدولار وبقية الحكومة عم تطبعك النمجاعة يعني فينا نقول عدم قدرت أو عدم تمسك بالعملة أو إمكانية أنه العالم تتعامل بعملة على كيفها زم تطبع من مجاعة ولا لا هو نموزج اللبناني لا شك أنه غريب عجيب عجوبي عجوبي فعلا فعلا اللي عم تصير عندك يعني عجيب غريب مصر في لبنان حتى ما نبخصه حقه إذا بتتخيل المشهد بلا تدخلات مصر في لبنان حتى لو هيدا الألعاب اللي عم يعملها مصر في لبنان كان الوضع مأساوي أكتر من هاي بس وصلنا لمحال صار لازم نقول ستوق هاي القصة ما فيك تكمل بقى أكتر من هاي أوكي أنه كنت أنت عم بتشترينه الوقت لجماعة السلطة لحتى ينتخبوا رئيس ليشكلوا حكومة لأنه عمل مفاوضات مع صندوق النقد بس بتقدي العمر كله يعني عم بتعمل عم بتشتري وقت ما عاد ينفع شراء الوقت لأنه خلص الناس صارت بمرحلة مختلفة أخرى ما عاد تقدر تشري دولاراته من السوق عبقلك وبأكد على الكلام مجرد ما يرجع مصر في لبنان للعبة شراء الدولارات من السوق رح تلاقي الدولار بدي يطلع طلعات جانونية لأكتر من مية وخمسة واربعين وبدك تشوفه بأرقام كبيرة ممكن ميتان وثلاثمية واربعمية وخمسمية ومش رح يقدر يلم الدولارات المطلوبة يعني هو إذا كان بحاجة لأربين مليون دولار بالنهار ما حيقدر يلمهم حتى لو بيكون الدولار بمليون لأنه الناس آخر هم تروح تعطيه دولار لتاخد لبناني أنا عبعطيك مسأل حي أنا صري أسبوعين ثلاثة ما رحت عند الصراف لأصرف عشرة دولار بروح على السوبر ماركت عم بيردوا لك دولار واحد اليوم أنت بتاخد ما هو دون الدولار كسر الدولار بتاخده باللبناني أنا إذا حدا بيرد اللي ألوف ما بيخدهم بقى مش كبرى على العملي يعني ومش لأنهم معني شو بدك تعمل فيها حبة علكي ما بتشتري لك صح يعني نحنا صرنا بيجول النموذج الفانزولي بس عم نتخطاه من خلال القطاع الخاص نحنا كأفراد الدولة هي اللي وقع بالنموذج الفانزولي المشكلة عند الدولة بدأ تشوف فيه كي بدأ تحلق هني لهلق بعضهم عم بيمصوا دمنا لحتى يسايروا أمورهم بس جاي الوقت الناس مش رح ترد عليهم من خلال عدم تعاطي بالليرة وهون مشكلتهم الكبرى بتصير أنت دورتك الاقتصادية مقفلة عم تشتري وتبيع من نفسك والدولة ما قادرة تفوت عليك إلا من خلال الضرائب والرسوم طبع الخدمات الخدمات واقفة تعمل شات داون معش في دولة باي باي على أمل أنه نكون ما بعرف على أمل شو صراحة يعني بين أنه شكله ما في غير هالطريقة ليقروا يصلحوا حالوا وبين أن هذه الطريقة مكلفة للأسف على أمل أن نطلع من هالدوامة للأسف الأمال كتير كتير ضعيفة أنا شايف أنه البلد راح على التفكك كنا دايما نقول مقولي وهلأ بنهاية هذه الحلقة رح لكيها زمانة شوية وقت كنا دايما نقول أنه الأزمة بتعمل فقر والفقر بيعمل حاجة الحاجة بتخليك بتخلي الناس تسرق بتعمل جريمة الجريمة بتستدعي أمن ذاتي لحتى الواحد يحافظ على ممتلكات والأمن الذاتي بياخدك على الحرب الأهلية نحن اليوم صرنا على شفير بداية ظهور الأمن الذاتي يعني راح الأمور على التفكك ما بعد في دولة وهذا السيناريو اللي مبين له هلأ إذا ما بتستدرك السلطة وبتشوف أنه صار كل شي بخطر مش رح يمشي الحال والخوف الخوف الأساسي أنه هايدي السلطة الموجودة هي قرادة جاية من الميليشيات ومن الحرب الأهلية يعني أنت عم تخوفه على شي هي بتعرفه اختبرته وبتعرفه حق المعرفة أنه عم يخوف عكا من هدير البحر ما أنا جاي من الميليشيا عم تخوفني فيها بالعكس هونيكي مكاني الطبيعي وهيدا الخوف هون على أمل أنه نقدر نطلع من ها الدوامة أنا بدي أشكرك كتير شكراً لكم على حضورك وعلى المعلومات وبتأمل تكون غلطان بكم محل إن شاء الله وأنا كمان بتأمل بس أنا مش شايفك غلطان كتير إن شاء الله خير يعني مشاهدينا أنا بدي أشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالقراءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر